مئات الأشخاص تظاهروا في مدينة كويك شامالية الشيلي التي ضربها زلزال قوي خلال الأسبوع ويحتج ضحايا الزلزال على عدم توفير خدمات الماء والكهرباء من جديد ونقص الملاجئ التي يؤون إليها بعد أن تضررت بيوتهم وكان الزلزال الذي ضرب المنطقة بقوة تجاوزت ثماني درجات من سلم ريشتر خلف سبعة قتلى من بينهم مولود رضي توفي بسبب انخفاض درجة حرارة جسمه إلى حد كبير بعد أن قضى ليلته خارج أحد الخيام وكانت رئيسة البلاد ميشيل باشلي أعلنت يوم الأربعاء أن دعما ماديا طارئا سيخصص في منطقة تاراباكا من أجل أن تستعيد المنطقة عافيتها ومنحت المسؤولين مزيدا من الموارد للحد من انتشار الأمراض والأوبئة